تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم مينما كنتم من النشطة الإخبارية والتي نقدمها لكم من قناة البلاد أكد وزير الخارجية رمضان العمامر اليوم أن الجزائر تنصق مع دول عربية وأجنبية لمواجهة تنظيم الإرهاب داعش مشيرا إلى أن العديد من دول العالم تستشير الجزائر لمكافحة هذا التنظيم العمامر وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظره البرتغالية قال أن الجزائر مستعدة لاستضافة حوارنا بين الفرقاء الليبيين من أجل إيجاد حل نهائي والسلمي والسياسي للأزمة الليبية ننظر إليها في الجزائر على أنها شأن داخل الليبي وأن المبدأ الجزائري المعروف القاضي بعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول مبدأ ثابت ومبدأ قائم وصحيح في هذه الحالة مثل ما هو صحيح في حالة أخرى فنعتقد أن المسؤولية الأولى لحل الأزمة الليبية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم على اختلاف مشاربهم فهم كلهم ليبيين ليس لهم وطن بديل فيجب عليهم أن يتقبلوا بعضهم البعض ويتقبلوا مواقف بعضهم البعض شريطة بطبيعة الحال أن يكون كل ذلك على أساس نبض العنف رفض الإرحاب بمختلف أنواعه وأشكاله من جهة أخرى تطرق الوزير إلى موضوع ضريبة التي تفرضها السلطات التونسية على السياح الأجانب لدى مغاداتهم البلاد وقال أن تونس قرر تأجيل تطبيق هذا الإجراء مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحكومة التونسية عازمة على تطبيقه مستقبلا على كافة سياح دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر